التحالف العسكري الأمريكي لتأمين المياه الخليجية فشل والمعادلة الإقليمية تغيرت لصالحهم يقول الإيرانيون الرئيس روحاني وصف الدعوات إلى تشكيل ائتلاف بحري بذريعة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بالشعارات الظهرية التي لن تترجم على أرض الواقع أبدا وسخرة من إعلان إسرائيل عزمها على المشاركة فيه الكلام عن أن الكيان الصهيوني يريد الوجود في المنطقة لضمان أمنه كلام لا طائل منه والجواب عليه واضح فليضمن الإسرائيليون حيث هم الآن أمنهم أولا ولا حاجة لذهابهم إلى أي مكان آخر رغم أنهم زعزعوا الأمن وأوجدوا المذابح والتفرقة أينما حلوا وهم المسبب الرئيسي للاختلاف والتفرقة والحرب والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ولا ينبغي أن يقع أحد في فخ كلامهم الذي ستكون نهايته واضحة كلام قال نواب في مجلس الشورى الإيراني أيضا إنه لن يترجم على أرض الواقع خوفا من الرد الإيراني الحاسم ووصفه قائد حرس الثورة بالأحلام التي لن تتحقق سنكون قبل أن يصل العدو إلى أي مكان ولن نسبح بأن تكون المنطقة مكانا يجول فيه كيفما يشاء لن نستسلم أمام ضغوط الأعداء وسنجعلهم يدفنون أحلامهم تحت التراب وفي رأي مراقبين فأن استمرار العلاقة الإيرانية الأوروبية رغم الخلافات الحادة في جملة من الملفات الرئيسة إضافة إلى الإنعطافة الإماراتية في سياستها تجاه إيران من الأسباب التي صعبت مهمة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في لندن لإثارة الموقف البريطاني ضد طهران بعد أسابيع على أزمة الناقلات يتوقع الإيرانيون قرارا صائبا ستتخذ الحكومة البريطانية الجديدة قريبا مشانه تخفيف حدة التوتر في المنطقة إضافة إلى أمكانية تأثيره إيجابا على باقي الملفات الخلافية أحمد البحراني طهران الميادين